اشتكت تجار في العراق من الركود الاقتصادي من جراء الازمات السياسية وقيام حكومة الكاظم بخفض قيمة دينار امام الدولار واضح عدد من التجارة ان سوق الشورجة وهو اكبر سوق تجاري في العاصمة بغداد يعاني حالة من الركود بالتزاون مع الاضطرابات التي تشهدها بغداد على خلفية الصراع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي واكدوا ان الاسواق في معظم محافظات العراق تشهد زيادة في العرب تقابلها قلة في الطلب بسبب الازمة السياسية التي القت بظلالها على القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين كشفت مديرية الزراعة في محافظة كربلا ان المحافظة خسرت 750 الف نخلة بسبب تجريف وسوء الادارة واوضح للمديرية ان بساتين النخيل في محافظة كربلا عانت منذ عام 2003 من التجريف الممنهج من عكس سلبا على منظر المدينة مبينة ان عدد النخيل في المحافظة كان نحو 3 ملايين و 800 الف نخلة قبل ان تبين احدث الاحصائيات خسارة نحو 750 الف نخلة بسبب التجريف والتقسيم غير المنتظم ويؤكد باحثون ان انتشار ظاهرة تجريف البساتين وهجر المناطق الزراعية يهدد الامن الغذائي في العراق ويحوله الى مستورد للمنتجات الزراعية كما يحمل مخاطر بيئية جم بسبب قتل المساحات الخضراء كشفت مصادر الصحفية ايرانية عن زيادة كبيرة في صادرات طهران غير النفطية لدول الجوار وعلى رأسها العراق واشار المصدر الى ان العراق يحتل الصدارة في تلقي هذه الصادرات وبقيمة 8 مليارات و 900 مليون دولار سنويا ونقل المصدر عن المتحدث باسم ادارة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي قوله ان ايران صدرت ما يقرب من 21 مليون طن من المنتجات غير النفطية بقيمة تقارب 9 مليارات دولار الى جيرانها خلال الشهور الاربع المذكورة كان للعراق النصيب الاكبر من حجم تلك الصادرات وبحسب المصدر فان وجهات التصدير الرئيسة لسلع الايرانية غير النفطية سنويا تتمثل في العراق ثم تركيا ثم الامارات تجري الحكومة في مصر واكرانيا مفاوضات الابرامي عقود جديدة لامداد القاهرة باحتياجات الاستراتيجية من القمح والذرة وزيت عباد الشمس وبحسب رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة اوكرانيا بالقاهرة جورديند كو فان فتح الممرات البحرية عقب اتفاق اسطنبول سيسهم في مساعدة مصر في التغلب على ازمة الغذاء ومن المعلومة ان التبادل التجاري بين البلدين سجل 450 مليون دولار خلال اول شهرين من العام الجاري وتشير احدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعب والاحصاء في مصر الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الجاري الى ما يقرب من 770 مليون دولار ارتفع تسعر النفط في بداية تعاملات الاربعاء بعد ستة اشهر من الانكماش مع انخفاض مخزونات النفط والبنزين الامريكي وارتفعت العقود الاجلة لخام برينت لتصل الى 92 دولارا و 47 سنة للبرميل واصعدت العقود الاجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الامريكي لتصل الى 86 دولارا و 80 سنة للبرميل هذا وتراجعت مخزونات النفط الامريكي بنحو 448 ألف برميل في نهاية شهر اه فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 4 ملايين و 500 ألف مليون 500 ألف برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 759 ألف برميل منعكس سلبا على اسعار النفط أما الآن فإلى أسعار سرق العملات الأجنبية وأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة